نستكمل الحديث عن الفصل الثاني من مكرر العلوم العامة وهو فصل الفيزياء الموضوع التاسع انكسار الضوء الأهداف أول هدف بعد ما تدرس الموضوع ده تقدر تفسر ظاهرة انكسار الضوء الهدف الثاني تقدر تفرق بين الزوء الحارقة والانعكاس الكل نشاط الأول ماذا يقصد بانكسار الضوء؟ انكسار الضوء نقدر نشوفه من هذا الشكل اللي قدامنا شعاع ضوءي سقط بين وسطين مختلفين في الكسافة هوى وسقط على الزجاج ايه اللي هيحدث؟ جزء من هذا الضوء هينعكس وفقا لقانون الانعكاس الجزء الثاني ان جزء من هذا الضوء هيمر في الزجاج ولكن هينكسر هيغير مصارب مكونا الشعاع المكسر تسمى شعاع المكسر شعاع المكسر اهو وده زاوية الانكسار وده الشعاع الساقط شعاع ساقط وده زاوية السكوت السكوت نشاط اتنين بما تفسر انكسار الضوء ايه اللي بيسبب ويخلي الضوء ينكسر؟ سبب انكسار الضوء السبب الانكسار الاساسي للضوء ان سرعة الضوء في الاوساط تختلف حسب كسفة الوسط فاذا انتقل الضوء من وسط اقل كسافة الى وسط اكبر كسافة سيحصل انكسار والعكس اذا انتقل الضوء من وسط اقل كسافة سيحصل انكسار بس ايه الفرق ما بينهم؟ اذا انتقل الضوء من وسط اقل كسافة الى وسط اقل كسافة سينكسر ولكن سينكسر مقتربا من العمود المقابل من نقطة السكوت بمعنى اخر ان دائما زاوية الانكسار سيكون اقل من زاوية السكوت زاوية الانكسار اقل من زاوية السكوت اذا انتقل الضوء من وسط اقل كسافة الى وسط اقل كسافة سينكسر ولكن دائما زاوية الانكسار سيكون اقل من زاوية السكوت زاوية الانقصار أكبر دائما زاوية السقوط قانون سنل القانون ده بينص على إيه النسبة بين Gb زاوية السقوط في الوسط الأول وزاوية الانقصار في الوسط الثاني يساوي معكوس النسبة بين معاملي انقصار الوسطين على الترتيب ده قانون سنل طيب ماذا يقصد بالزاوية الحالي جه طيب عشان نعرف المقصود الزاوية الحالي جه نشوف كده ونركز في الرسمة ديه إنها مهمة جدا وبالراحة مع بعض كده عند ضيق سقط من وسط أكبر كسافة إلى وسط أقل كسافة أدام تق siis تكون مثل وسط أكبر كسافة إلى وسط أقل كسافة دائما ذوي disappointment سقوط فأناك تبدأ في الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى سقط بزوية C ها办 انقاسف بزوية C第二 26 اكبر من يوم زاوية السقوط زادت كمان بشكل كبير جدا أدت أن زاوية الانكسار أصبحت أكبر بكثير جدا بحيث أن الشعاع الضوء انقصر منطابق على السطح الفاصلة وأصبحت زاوية الانكسار بالساوية 90 درجة في هذه الحالة زاوية السقوط ده هتسمى الزاوية الحارقة يبقى الزاوية الحارقة عند سقوط شعاع ضوء من وسط أكبر كسافة إلى وسط أقل كسافة بحيث ينكسر الضوء بزاوية الانكسار 90 زاوية السقوط في الحالة هتسمى الزاوية الحرجة ماذا يقصد بالانعكاس الكل؟ ده النشاط الرابع الانعكاس الكل إذا زادت زاوية السقوط عن قيمة الزاوية الحرجة هيحفظ انعكاس كل أنه الدوق مش يعدل الوسط التاني ولكنه ينعكس داقل الوسط الذي ساقط منه الشعاع الضوء هذا يعرف بالانعكاس الكل كما هو مبين بالشكل السابق لو رجعنا له اللي هو ده ده الانعكاس الكلي اللي هو شو عدده وسقط بقى ما عداش ولا سقط ولا انقصر منطبق على سطح الفاصلة ده ارتدي تاني في الوصل اللي جاي منه انعكاس كل يحس امتى عندما تكون زاوية السقوط اكبر من الزاوية الحارجة اكتب تقريرا تضمن ما تعلمت من هذا الموضوع